السلام عليكم ومحبا بكم بفيديو جديدة على قناتي وقناتكم سانع بيوتي قناة الوصفات الطبيعية لزيادة الوزن ووصفات مجربة ناجحة نتيجة مضمونا مئة بالمئة يوم ان شاء الله سنشارك معكم واحدة من هذه الوصفات وصفة اليوم وصفة رائعة جدا بكل ما تحمل الكلمة من معنى اه الي كنتي اختيك دوخي في العالم دجال الوصفات زيادة الوزن انه بصح ورا عالم لكن دجال الوصفات ما كيناش غير وصفة وحدة كل بنت وشنو كيجي معاها وكل بنت على حسب الامكانيات ديالها وعلى حسب جيبها وعلى حسب الدست ديالها اينا مكوين كتتجيب ليه اولا اينا وصفة كتتجيب ليها لكن كنتي من هاد البنات اللي كيدوخوا في هاد العالم هادا وكيقولوا بانو الوصفات بزاف وكتر علينا ومعرف ناجحة شنون تبعو الى كانوا مثلا كيجوك الامكانيات ديال الوصفات مرتفعة ولا كتجيب الوصفات مكلفة فوصفة ليهم ما فيهاش بزاف ديال مكونات فيها مكوين واحد ولكن خطير وجبار والقدرة تجالوا على زيادة الوزن وتسمين الجسم ما تخيلوش هالبنات حالقوية ايضا غير مكلف كيبتلكم مكوين واحد لانو هاد المكوين هادا كيزيد في الوزن وكيسمين الجسم وكيقاد الفورما من ذك الشرفة على البنات فهو ايضا عندو واحد الجانب او كيمس الجانب التجميلي كيقاد البشرة وكيرجحها صافية من ذك الشرفة كيقاد الشعر سوف تضربو عصفرين بحجر واحد سوف تزيانو سوف تسمانو سوف تقدو الفورما ديالكم من ذك الشرفة الى مشيتو حتى تتبعتو هاد المكوين هادا وشوفو سوف نقول لكم في الوديع الفيديو انا كان تحدى اي بنت تجرب هاد المكوين وتقول لي ما عطنيش نتيجة او لا ما غلضنيش او لا ما زادنيش في الوزن او لا ما قادش لي الفورما ديالي وحتفن بالنسبة للبشرة والشعر غادي تلاحظو ملي غادي تدوموا عليه غادي تشوفو البصرة ديالكم وشعر ديالكم كيفاش غايولي لما نطول عليكم كنتظروا انا نشوف وقتكم غادي ندخلوا مباشرة باش نكتشفو شنا هو هاد المكوين جبار الخطير الرائع ونشارك معاكم الوصفة طريقة تحدى دياله وكذلك طريقة استعمالها فما تنشوفين خليكم معايا حتى الاخرار ديال الفيديو والكل من كيشد قناتي وكيك تشوفها الاول مرة وبغا يوصلوا جديد الوصفات المضمونة والمجربة والامنة معليه الا تابونه في القناة ديالنا بالضغط الى زر الاحمر موجود اسفل الفيديو سابسكرايب سابوني او الاشتراك ما تصوش فعلو خاصية الجرس باش يوصلكم كل جديد انفوان حطوه واهم خطوة ما تبخلوش عليها بلايك ديالكم بالبرتاج الفيديو كدلك بالتعليق زوينا اذا الحبيب جالي غادي نبدأ بالفيديو زينا على بركة الله ونبدأ باكتشاف هاد المكون الجبار الخطير الرائع اللي كدكتلكم كان تحدى به اي وحدة واي واحد وعلى فكرة ممكن استعماله حتى رجال ما منو حتى شي ضرار كدكتلكم كان تحدى اي واحد واي وحدة بهاد المكون هادا يستعملو يقول لي يا راه ما كيزيدش الوزن راه مستحيل البنات هو بوحده كافي انه يعفيكم من ديك الدوخات جيل بزاف جيل مكونات بزاف جيل وصفات هو بوحده تستعملو كيعطيكم نتيجة رائعة اللي ما بغاش هكي يستعمل بزاف جيل مكونات وما بغاش يحويجات لي هي مكلفة يستعمل غير هادا ارا هالقدره دياله رائعة جدا وانا قد هاد الكلام اللي كانقوله متأكدة منو مليون بالمئة مكونات ديال اليوم اللي غا نستعملو فاد الوصفات هادي اللي هو السمسم او لازنجلان دائما كنقول لكم بانو زيادة الوزن كتاعتمد على العدد سعرات الحرارية اللي كان دخلوا الجسم جيلنا خلال النهار كل ما كان اكبر كل ما كترتب عليه واحد زيادة في الوزن وكل ما كان اقل كل ما كترتب عليه واحد نقصان في الوزن دائما ندخلوا لبالنا هاد القاعدة هادي كل ما دخلنا كيبكت لكم عدد ديال سعرات الحرارية اللي هو كبير كبر من اللي كيحرقوا الجسم جيلنا خلال النهار ارا غادي نزيدو فالوزن اوتوماتيك مو دانك السمسم او لازنجلان واحد من اهم الاطعمة للقيمة الغذائية ديال وعالية جدا تقريبا كل مئة جرام ديال السمسم او لازنجلان فعا خمسمائة وثلاثة وسبعين سعر حرارية في واحد نسبة عالية جيل بروتين في 17.73 جرام ودائما نقول لكم بروتين هو واحدة اساسية لبناء الكتلة العضلية في ايضا واحد نسبة مرتفعة جيل الدهون في تقريبا واحدة لخمسين جرام ديال الدهون ولكن متسمعوا الدهون ما تخلعوش دهون اللي هي صحية ما كتشكل شي ضرر في كدلك نسبة عالية جيل كربوهيدرات اللي كتقدر بـ 23.45 جرام وأنا كنقول لكم ثلاثة ديال الحويجات اساسية إلا بغيتوا تزيدوا في الوزن بغيتوا تسمنوا الجسم بغيتوا تزيدوا في حجم العضلات ديالكم اللي هما سعرات الحرارية البروتين و الكربوهيدرات منسوش ايضا الالياف في تقريبا واحد 11.80 جرام يعني ما يقالب 12 جرام ديال الالياف في كالسيوم كالحديد الماغنيزيوم فوسفور البوتاسيوم سوديوم الزنق نوحاس الماغنيزيوم سيلينيوم يعني هو منجم ديال معادن وبطبيعة الحال ما نغفلوش على الكنية لها إلاجة الفيتامينات اللي كان فيه بالنسبة للسمسم عنده بزاف جل فوائد صحية وعنده أيضا فوائد تجميلية ما تخيلوش هالبنات وهاد شي عن تجربة شخصية ملي كنت كان استعمل السمسم وكان واضب عليه اولا كان دخلوها كافش وصفة البشرة الجالي كيفاش كتولي كتصفة بوحد طريقة ما يمكنش تخيلوها كتولي النوعية اولا الكاليتي ديالها كتولي زوينة بزاف الشعر حتى هو كيولي في واحد لمعة وكيولي حلا كيتغدى بحلا كيقوا كيولي رائع جدا لان انتو ما غادي تجربوه وغادي تشوفو فعلا هاد شي اللي كنقول لكم غادي تلاحظو بانو البشرة ديالكم تحسنات وكذلك الشعر ديالكم حاجة اخرى بغيت نقول لكم سبق لي شاركتا معاكم فيديوهاتي السابقة هاكا فيما كان ديالكم شي وصفة فيها السمسم كنقول لكم بانو صنفو خبراء تغذية من احد الاطعيمين المسمينة الى تجاوز 3 المعالق كبار في اليوم هاد شي كامل كيأكد لكم الدور دياله الفاعل في زيادة الوازن هاد بغادي ندخلو باش نشوفو شنا هي الوصفة اللي غادي نستعملو بالسمسم اولى بالزنجلان اذا اللي بنات غادي ناخدوه زنجلان كيف كان جيبوه ضروري ما تغسلوه انا هاد شي كنديرو دائما فاش كان جيب الزنجلان ضروري ما كان غسلوه كتنقوه في طبيعة الحل من كالشوائي اللي كتقوم فيه كتغسلوه وكتخليوه حتى كتصفه وكتحمروه في مقيلة ولا في الفران وركزو لي على هذه القادرية ديال التحمار لانو من بين المعلومات اللي غادي نضيف لكم على السمسم انو كل ما حمرناه كل ما كنستفدو استفاده كاملة من محتوى البروتيني ديك الحرارة بحالة كتجبد قاعدك البروتيني كيكون فيه كيتركز بشكل اكبر ضروري ما تحمصوه او لا تحمروه ومن بعد كتطحنوه كتحصلو على واحد المسحوق بهاد الشكل هادا كيف كتشوفو معايا وزنجلان ما تناقشوش على الطعم ديالو طعم ديالو زوين ما كان حتى شي واحد غايقول لي ما غاديش يعجبني ولا غادي نعيفو ولا شي حاجه بالعكس طعم ديالو زوين كل شي ممكن ياخدو كبار وصغار رجالو عيالات غادي ناخدو بيرلي وغادي نركز لكم ايضا على بيرلي لانو القيمة الغذائية ديالو عالية مقارسا مع باقي المركات الخراضية ديالو اوخت دونك اخدو بيرلي من الاحسن اللي بغيتو نتيجة زوينه غادي توضعو جوج ديالو معالق كبار عامرين مزيان توضعوون في هادا ديال بيرلي وتبدو كتستهلكو هادا الوصفة هادي بالنسبة للناس اللي ما زربانينش يعني باغين يزيدو في الوزن ديالهم على رحت رحتهم ياخدوه مرة وحدة في النهار يعني يكون بالليل من الاحسن تاخدوه بالليل اخر حاجة تاخدوه هو الكويس هادا في جوج معالق كبار ديال السمسم او الزنجلان تاخدوه ودخلوا في فرش ديالكم في ناسه يكون اخر حاجة غادي تاخدوها ناس اللي زربانين وباغين يتباليهم واحد نتيجة بسرعة وتكون نتيجة زوينه 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 بزاف وما تكون منا تخافوا والابنت يكن قولها لكم من الاحسن من الاحسن تاخدوه جوجهت المرات في النهار ما بي للواجهة يعني تاخدوه للفطور والغضاء وما بي للغضاء والعشاء ويعني لاخدو ثلاثة غا اكون حسن قاع هاد هاد الكويس الي شاركت معاكم تاخدوه ثلاثة المرات في النهر يعني تاخدوه منبع log من بعد الغضاء ومن بعد العشاء ما تخيلوا صرا هذا اذا ما غاديش يطول معاكم اللي غادي ياخدوا مرة واحدة في الليل كان اعطيه الماكسيموم واحد شهر تبعوا واحد شهر وردوا عليها الخبار اما اللي غادي ياخدوا ثلاثة المرات فى النهار ما غاديش يجي يدوز واحد العشرة ايام تقدر تبني هالنتيجة ويلا كمل حتى الشهر غادي تشوفوا واحد نتيجة اللي غا تعجبكم بزاف 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 اعرف شوالبنات هاد الوصفة هادي على حسابي غا تجربوها وردوا علي اخبار انا متأكدة بانها غادي تعجبكم وغادي تعطيكم واحد نتيجة زوينة وكيف تلكم كانت تحدى بها اي واحد واي واحدة يقولي اما غاديش تطني النتيجة مستحيل ما تعطيش النتيجة